لا يوجد هناك أمل يلوح في الأفق لجنوح تلك الميليشيات للسلام وعودتها إلى طاولة المفاوضات من وجهة نظر الشخصية لا أعتقد أن هذه الجماعة ستنصع طالما أنها يتم مكافأتها أولا بأول وتقديم الرشاوة لها من قبل الأطراف الخارجية ومن قبل القوى المتحكمة في الصراع نحن نريد سياسة جادة نحو هذه الميليشية وإلزامها بالتوجه نحو السلام إذا لم يكنوا جادين في تحقيق السلام في اليمن أما بدون ذلك ستبقى هذه الميليشيات تسرح وتمرح كعادتها نحن تعلمنا خلال 20 عاما من المواجهة مع هذه الميليشيات 20 عاما من المواجهة مع هذه الميليشيات أنها لا تلتزم بأي اتفاق وأنها لا تنصع إلا للقوة ولا شيء غير القوة فكيف الآن نريد من شبع على شيء شاب عليه وهذه هي الحقيقة المطلقة عن هذه الميليشيات أنها لا تنصع إلا للقوة فينبغي علينا أن نحصل على القوة على الأقل للقوة الرادعة وهذا ما يبدو الآن في الخطوات التي يقوم بها الحكومة الشرعية في استكمال الاستعدادات العسكرية واستحداث مكونات عسكرية أكثر كفاءة وأكثر قدرة على الميدان ولملمات صفوف الاستخبارات والقوى الأمنية هذا كله سيكون رادعا وكفيلا بانصياع هذه الميليشيا ونتمنى أن تستمر هذه الجهود نحو رفع هبة الاستعداد العسكري دون التراخي ودون الركون إلى أن هذه الميليشيا ترفع الرايا البيضاء أبدا هي لن ترفع الرايا البيضاء إلا بعد أن ترى السيف الحق مشهرا وينبغي أن يكون هذا السيف قويا وبقبضة حديدية بأيدي الشعب اليمني